أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش هذه الدقائق مع توجيه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم يدعون فيها الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى ما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا هذا التوجيه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أول مقطع من هذا التوجيه لأن هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم مكون من ثلاث مقاطع أولها اتق الله حيثما كنت كان أحد الصحابة يحب مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء في المدينة وحينما سئل عن ذلك قال أحب أن أكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أعبد الله في هذا المكان فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له أن تقوى الله عز وجل وأن الطاعة وأن العبادة لله سبحانه وتعالى لا تقتصر على مكان دون مكان وإنما تشملها كل الأماكن ففي أي مكان يمكن للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى فالعبادة ليست قاصرة على مكة أو المدينة أو غير ذلك من البلاد وإنما يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أي مكان كان فيقول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي اتق الله حيثما كنت إن تقوى الله عز وجل على الإنسان أن يلتزمها في أي مكان كان دون أن تكون قاصرة على مكان دون مكان آخر هذا التوجيه الذي يوجهنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية التقوى اتق الله حيثما كنت ما معنى أن أتق الله هذه الكلمة نسمعها كثيرا بل إن يعني كثير من الناس في محاوراتهم مع غيرهم من الناس دائما وأبدا نسمع أنهم يقولون له اتق الله يا فلان اتق الله يا فلانه اتق الله البعض قد يأخذ هذه الكلمة أو هذا الحوار على أنه يعني فيه نوع من الهجوم على الإنسان وهو في الحقيقة دعوة إلى أن يكون الإنسان طائعا في حقيقة هذه الجملة اتق الله هي في حقيقتها دعوة إلى أن يكون الإنسان مقبلا على الله سبحانه وتعالى فمعنى التق الله أي أن تجعل بينك وبين غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه وعذابه وقاية أو حاجز بينك وبين هذا العذاب هذا الحاجز وهذه الوقاية وهذا المانع إنما يكون عن طريق الطاعة عن طريق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الأعمال الصالحة فإذا وضع الإنسان حاجزا ومانعا بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وذلك عن طريق الطاعة والإنابة إلى المولى عز وجل كان من المتقين والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم يدعون إلى هذه التقوى وإلى هذا التوجيه فيقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم توجيه لعموم الناس ثم خصص بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة أن المتقين هم الذين أو هم من جملة من يحبهم الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يحب الطائعين إن الله سبحانه وتعالى لا يحب العاصين لا يحب المستكبرين لا يحب المعاندين وإنما سبحانه وتعالى يحب الطائعين فيقول الله عز وجل إن الله يحب المتقين ثم في آية أخرى يبين الحق سبحانه وتعالى أن الأشخاص الذين تقبل عبادتهم وتقبل طاعتهم لا بد أن يكونوا متصفين بالتقوى فيقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين ثم في آية أخرى يجعل الله سبحانه وتعالى التزام الإيمان والتزام التقوى والطاعة من الوسائل التي توصل الإنسان إلى درجة الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ماذا يفعلون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن أيها المشاهد الكريم يجب علينا أن نكون من المتقين يجب علينا أن نحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن نجعل بيننا وبين عقاب الله عز وجل وغضبه حاجزا ومانعا يمنعنا من الوصول إلى هذا الغضب إن هذا الحاجز هو ما يسمى بالتقوى إن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين وإنما يتقبل الله من المتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطائعين ومن المتقين إنه سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته